اشتركوا في القناة وبعض ان اختيار هذه الوضعية قد يساعد على توفير الوقود ولكن السيارات الحديثة لا تحتاج الى هذا فهي تقوم تلقائيا باقاف تزويد المحرك بالبنزين عند نزول المنحدرات وعلى العكس تماما فان الابقاء على وضعية القيادة دي عند نزول المنحدرات سيفعل المستشعرات في السيارة والتي ستوقف تدفق الوقود الى المحرك تماما لانخفض معدل الاستهلاك الى اقصى حد ممكن وبالاضافة الى الاستهلاك فان وضعية نيوترال تحد من قدرتك على التحكم بالسيارة ففي هذه الوضعية تستطيع فقط ان تخفف من سرعة السيارة ولا تستطيع زيادتها اذا احتجت لذلك ولهذا السبب تحديدا تمنع قوانين المرور في الكثير من الدول استخدام وضعية نيوترال عند نزول المنحدرات وتعتبر هذا التصرف مخالفا للقانون الخطأ الثاني هو عدم التوقف التام قبل تغيير اتجاه حركة السيارة من الامام الى الخلف وبالعكس ففي هذه الحالة ستعتمد عزيز المشاهد على صندوق التروس ليوقف السيارة بدلا من المكابح المصمم خصيصا لهذه المهمة وبما ان صندوق التروس الاوتوماتيكي مصنوع ليغير السرعات لا لايقاف السيارة سيؤدي هذا الى تلاف عدد من الاجزاء في صندوق التروس ومنها المرابط حيث تحيط المرابط بمحور العجلات وتضغط عليه على مجموعة التروس الكوكبية وتكمن وظيفتها في تغيير التروس اما عندما تقوم بتغيير اتجاه الحركة دون توقف فانك تستخدم هذه المرابط التي تطبق على محور العجلات لايقاف المركبة وهو ما سيؤدي الى اهتراء بطانتها الداخلية وفيما يمكنك تغيير المكابح بسهولة يحتاج تغيير هذه القطع وصيانتها الى الكثير من الوقت والمال الخطأ الثالث هو الانطلاق القوي بالسيارة بالطبع اذا كنت تريد الحفاظ على سيارتك وعلى جيل السيارة لأطول فترة ممكنة فلا يجب ان تعرضها لضغط كبير ولكن وعلى كل حال هناك العديد من الطرق للقيام بانطلاقة قوية بالسيارة الا ان بعض هذه الطرق هطيرة جدا ولا يجب ان تقوم بها على الاطلاق ومن هذه الطرق الخاطئة اختيار وضعية نيوترال والضغط على دواسة الوقود لرفع سرعة دوران المحرك ومن ثم اختيار وضعية دي لتنطلق السيارة بسرعة فعندما تطبق هذه الطريقة عزيز المشاهد سيتولد احتكاك كبير بين المرابط ومحاور العجلات لان هذه المرابط ستحاول ان تغلق على المحاور لتنقل الطاقة اليها ولكنها بالطبع لان تغلق جيدا لان المرابط مصممة لتغيير السرعة فقط وليست نصوعة لتتحمل قوة الانطلاق ومع كل هذه القوة سيتسبب هذا باهتراء المرابط وكما ذكرنا سابقا فان عملية التصليح مكلفة وتستغرق الكثير من الوقت ولكن دعنا نخبرك بطريقة افضل عزيز المشاهد اذا كنت تريد القيام بانطلاقة قوية فيمكنك الضغط على المكابح ومن ثم الضغط على دواسة الوقود لتراكم بعض الضغط على ناقل العزم وعندما ترفع قدمك عن المكابح ستنتقل كل هذه القوة الى العجلات وفي هذه الحالة ستكون المرابط مغلقة على محاور العجلات اصلا ولن يحدث اي احتكاك الخطأ الرابع وضع السيارة على وضعية نيوترال عندما تتوقف عند الاشارات الضوئية يعتقد البعض ان اختيار وضعية دي عند التوقف قد يضع الكثير من الضغط على الجير لان المحرك سيبقى دائرا والعجلات ثابتة ولكن في الحقيقة فان التسارع اليومي في السيارة يضع قوة اكبر بكثير على الجير مما لو كان المحرك دائرا والسيارة متوقفة لذلك فان ابقاء السيارة على وضعية دي هو حالة اتيادية ولا يتسبب باي ضغط اضافي على الجير ويعتقد اخرون ان هذا الامر قد يوفر في السهلاك الوقود ولكن التجارب العملية اثبتت ان الفرق طفيف جدا بمعدل لتر واحد في الساعة الواحدة تقريبا الخطأ الخامس اختيار وضعية بارك والسيارة تتحرك من البديهي عزيز المشاهد انك لا تختار وضعية في او بارك والسيارة متحركة يمكنك وضع الجير على وضعية بارك فقط عندما تكون السيارة متوقفة تماما ومعظم السيارات الحديثة لا تسمح لسائخ اصلا بفعل هذا فعندما تختار وضعية بارك يقوم النظام بوضع عتلة في احد التروس التي تتصل بعمود ناقل الحركة وهكذا تتوقف العجلات اما اذا قمت بتركيب هذه العتلة اثناء حركة الترس فسيتسبب هذا بتوليد ضغط كبير على الجير وربما يكسر العتلة لذلك عزيز المشاهد وحتى اذا كانت السيارة متسارعة بشكل كبير واحتجت لإيقافها لامر طارئ فيجب عليك الاتماد على المكابح ولكن يجب الضغط بقوة كبيرة لتعمل المكابح بالصورة المطلوبة